وذي كفاً تبع الموجة فنجل مهداوي فوزي الشرفي المنصف بن مراد يزوف الصديق سلوى الشرفي سامي بن سلامة جليل بكار نيلة سليني إقبال الغربي الفاضل الجعايبي ساني غنيمة براهيم التيف محمد كوكا واحدة دريدي أمال موسي مونير الشرفي وغيرها من الأسماء الليستة طويلة وبصفة عامة نخليك أنت تنصفها مدام أعطيني العلوين الكبرى لهذه الرسالة المفتوحة من عدد من الشخصيات الوطنية وأبرز مطالبهم إلى رئيس الجمهورية خير من اللي ننصفها هنا تفاضل مدام عايشك الحاجة الأولى اللي بيش ننطلق منها صيفة المنظين على هذه الرسالة تجي تشوف الأسماء بكلها تلقاهم ما تلقاش فيهم الحقوق وإنما هم بختصون في الإنسانيات في عنا فناني عنا شعراء معناه من مجال آخر خارج المجال القانوني اللي مستنسين به وعليش تأكيد على ذلك؟ آه لا ما عليش عاد الفئة هذية النجمة نقولك تلحيتها وهي تحاول تفرص في روحها تماش ما تلقى روحها من 2011 لليوم الفئة هذية أحدشن سناء وهي تقول راني موجودة وعندي كلمة وراني نابعة من المجتمع ومن مشاغل المجتمع وراني أقرب للمشاغل ما نيشي من أهل القانون اللي يتمسك بالقانون المجمد والنظرية القانونية وما يهموش في التحولات الاجتماعية سياغة الدستور وقت اللي قامت تهمشنا كل أربع سنين تهمشنا ما سمعنا حد نبهنا للمزالق في الدستور وقتها وقلنا راهوا من حيث ما وقعنا واختصاصاتنا سواء كان في اللغة العربية أو في العبارة العربية أو في اللظمة والكسرة أو ما إلى ذلك راهوا يلزمنا نكونوا موجودين في سياغة الدستور دونك تعتبروا أن الدستور هذا ما كانش دستور توانسى الكل؟ شوف من 2014 نسخة السفر وقت اللي حاضرت جوان أنا نتذكر عملت مقال هبطه في المغرب وقلت فيه أعتذر أن هذا الدستور لم يكتب من صفحة بيضاء ونبحت للمزالق متاعه وقلت راهنا بش نقعه في المزالق هذية وقتها شنو كان الرد؟ الرد هو أنه النهضة بما أنها هي اللي فيدها سلطة الدستور أعطات النسخة لجنة مضيقة من أهل القانون وقراوها أنا نقول لك أهل القانون صاحب القانون يقرأ الناس القانوني من منظوره هو ومش من منظوري أنا أنا نقول لك وقت اللي ثم عبارة رح يبقى عبارة نجمة هزنة للهاوية وقت اللي نبهنا قلنا المواطنين والمواطنات متساونا ردوا بالكم راه يزلقوا راه يفخ ما سمعنا حتى حد مشاه في بالهم المواطن والمواطنة هو الرجل والمرأة هو ما يعرفوا ش يقولوا ويعرفوا ش يحطوا أحنا الخلفية الإيديولوجية متاحهم نعرفوها وقت اللي يكتبوا النص هذا شنو اللي ينتج عليه انتج عليه نص مريض مريض عليل دستور مريض وقت اللي يجيبش يقف على سقيه يحتاج للعكاكس وهذاك علاش وقت اللي ولغا نوشي كانوا دستور مرحب نفهم يفضلك مش النجمو نكونو مبعاظنا فهم نوع من التفاعل معانتها ميتين واربعتاش النائب كيف صوته في الفين واربعتاش غلطه مش غلطه ثم توافقات ما بيناتهم ثم توافقات بيعوا شارية بيعوا شارية قايم هو شوف البيع والشارية من هارلو اللي راوية الياس مانيشي بش نطلطع عينا على التاريخ احنا عنا احداث تاريخية نحكموا به واللي ما يحكمش بالاحداث تاريخية يتسمى عندينا متعصف وقت اللي يدخلوا بالمنطق انهم ليس يغطي دستور وهوما لجنة ليس يغطي دستور في مجلس تأسيسي ولي مدة سنة اول ما قاموا قاموا بخيانة هذا المبدأ في الدستور الزغير وقعدوا ثلاثة به وقعدوا اربعة مش حتى ثلاثة ويليتهم قعدوا اربعة يسيغوا في الدستور فكل اثناء شوف قداش من حكومة عملوها شوف قداش من وزراء شوف كيفاش تمكنوا شوف شنو اللي عملوه شوف كل الدعاة اللي يجابوهم دخلوهم لنا واحنا في الجامعة دخلو لنا راهي الجامعة كانت حرم مقدس تتلفت تلقى الدعاة هما اللي فيكين لك الطلبة اللي هما ولادك روحانيين اتفكت معناها ثم اعادت اعادت غزو اربعة سنين شهدنا فيها غزو جديد لكن هذا تقول فيه مدام سليني وكأنه صار وعلى رقبة التوين ساسيف معناها صار بالسندوق زاد وصار زاد ليه مخنت فيه مخنت فيه صار بالسندوق صار بتصويت الى اليمين وإلى اليمين المتطرف صار على امتداد مرة واثنين واثلاث صار وكل القوى اللي تحكي عليها هذية موجودة ما كانتش خارج أرض الوطن وكانت قادرة على التنظم دونك نحب نفهم لديناميكلولوجيك اش معنى معنى صار بالسفة علينا وين كنا صار واحنا في غيبوبة وإلى كيفش صار ماله الامور كيف صارت في اللول ما ننساوش نتفكره كيفش صارت كانت عملية دمغزة كبيرة للمجتمع التونسي أهم دونك غلطوا 최وف اصارت تحالفات هلي يحبوا عليها طو يحبوا يرجعوا لها شو بيعولهم مثلا على حد تقدير بيعولهم حلم كبير بيعولهم حلم كبير الرجوع للتقوى الرجوع للدين هما أصل الدين هما أصل التقوى هما أهل الصدق هما أهل الوراع وأعدوهم بكلية في مدنين وعدوهم بمستشفيات تونس خير كوا تونس بش تكون موش هذكا خارجين مظلم لنور ووقت اللي بدينا احنا نتكلموا منا الفين وحداش شو كان يسمينا الملم تاحهم صاحب المعبد سير راشد الغنوشي كان يسمينا جمعة صفر فاصل كانت ولا لها العبارة هذي كان يقولها الناس الكل كانت تعرفها صفر فاصل كنا كيف نتكلموا كان معناها طير أبابيل تهبط على ظهوراتنا ما ننساوش وقت اللي أي واحد مننا يمشي المكان الإعلامي بعدها ثم مش ذباب أزرق ذباب الله ما عافينا منه كانوا يسميوك حمالة الحطب هذي مصيفات اللي كانت عندي هنا كنت من حمالية الحطب كنا معناها من الكفار كنا يلزم ردعنا يلزم قتلنا يلزم تصفية وكانت الكلمة تخرج والمجتمع مشويعي وكان يفهم أنا نتذكر لليوم 2016 كنو وصار فيها ولذا في اللول كانت دمغجة كبيرة وكانت الأحزاب سمحني كانت تجري وراء تموقع سياسي معين ما كانتش يهمها شنو اللي بش يصيره أموت غدوة دونك تعتبر أنه كل الأحزاب باعت لا باعت الطرح باعت الطرح باعت الطرح باعت الطرح قعد المجتمع وقف والبيجي قاعد سبسي باعت طرح شنو باعه هو اللي حزن الباق للفينجة مثل مش غيره هو اللي ارتد على المبادئ اللي وعد بها المجتمع اللي يوريك في 2014 وقت اللي الناس ولت تجري وقت اللي ولت واقفة موساندة للبيجي قاعد السبسي وقت اللي كانت تهبط في الاجتماعات والتجمعات متاعه كان يوعد فيهم بتغيير الوضع معناه المجتمع 2014 فاق معناه النومة كانت من 2011 ل2014 وقت اللي مشات أكثر من مليون امرأة وصوتطلو معناه فاقه وقت اللي صار اعتصام باردو معناه المجتمع بدي فيك بكش السيد كين ناوي على نوع من من ترجح كفة السلم الاجتماعي هذا ما ينجمش يكون معهم لأن الأخوان عندهم برنامجهم ومعروفين في برنامجهم ويلزم استشارة أهل الذكر في هذا يلزم استشارة الخبراء الخبراء سنخلف المدام هذا يعني أنه بالنسبة لنيلة السليني والموقعين على هذه الرسالة اليوم لما كان للإسلام السياسي في المشهد التونسي شو لما كان معناه إذا كانت تقعد شيء بذرة للإسلام السياسي في تونس معناه ما يتغير شيء عليها على خاطر الأخواني يبحث حتى على موقع إبرة تكفيه موقع إبرة تكفيه منها هي نأكد لك أمت غدوة تولي رقعتها لكن مدام هذا يتقال عليه أنه هو خطاب استقصال على أساس أنه أنت عندك مليون ونص صوته للإسلام السياسي في ألفين وحدة شو من بعد ولو تقريبا مليون في ألفين واربعتاش وتقلصه لتقريبا خمسمائة تلف في ألفين واتسعتاش والإذافة مشكون يتكلم على أنك خيماج ناتوريل يقولك خلي السندوق يتكلم هذا شمعنتها هذا شمعنتها فشل السياسي وكي يتكلم السندوق هيك قاعدة تندثر منظومة هذا الإسلام السياسي وحده وحده بما أنهم ذاقلوا فلوس بما أنهم ذاقوا السلطة بما أنه ما عادش فاما حاجة اسمه إسلام السياسي أكالي هدد هما بيدهم عندهم إنساختين نوتابلتي هما بيدهم وليه ذابوا في المجتمع التونسي ويقولك حتى شيء ما يكون أقوى من مناعة المجتمع نفسه شو رأيك؟ هذي تعرفوا أنهم يأخذ منهم تعتارس هذا لا يأخذ مكان مش منهم تعتارس يلقى بقعته تعرفوا أنهم يأخذ وقت وقت اللي نقوموا به المراحل الكل اللي منجودة فيها الرسالة نحكوا فيهم وقت اللي لندروفها ونصفيوها وقت اللي تتصفى هذيكا أعطيني على وين ها الكبرى الرسالة أولا خطر الوصفة دونك السحرية هذي للتخلص من السلام السياسي وثيرت نتيج هذه عبارة على رصد لحال تونس بعد 11 سنة من حكم الإخوات هاو كيفاش صار تونس المنظومة الصحية والتعليمية والإدارية طح النهارت النهارت اللي ترجع انت المنظومة الصحية والتعليمية لا لا كم اللي أحكيلي عليها ساهم بعضها نحكي على نفسر هلك المنظومة صحية لا لا نفسر نسع النقاط للتوينس خطر مقرأة فرصة ما هو رسالة نقرأوا في أحويها هذي نقطة النقطة الثانية من كذبش عليك ونقول هلك بصراحة ونعرف بالكم واسع في هذا الأعلام معاونش برش معاونش انتما تقولوا انتما تقولوا في الرسالة للمواجهة رئيس الجمهورية ان الاعلام هو السلطة الرابعة قد أصبح في جله تحت سلطة النهضة وحلفائها معدى قلة من الاعلاميين المتماسكين بشرف المهنة هو يمكن اللافت للنظر إلى حد الآن هو انه رئيس الجمهورية وهذه حاجة باهية تذكر فتشكر صحيح ان اليوم بالفصل الثمانين استأثر بكل السلطات لكن السلطة الرابعة إلى حد الآن يبدو الوضع سوي وهذا لحقيقة يحسب لرئيس الجمهورية فضل مدام هنا نذكرك في المثال في الاعلام القائمة السوداء اللي أبعثتها النهضة للإذاعات وقنوات التلفزية وسائل الاعلام ثم قائمة سوداء في ناس ما يلزمهم شي أحضروا ثم تصفية لهؤلاء وما ثم كان حضور وتمسك من طرف الأخوان الأخوانجية الكل للي ولينا ما نسمعوا كان الأخوانجية وحيد ماشي الأخوانجية هذا مشى الموزيق ومبعض ينقل يمشي للشمس فهم وقت اللي الاعلام يقف معاك كما دام مثال شاو هذا دوري أني ندفع على إذاعتي إلى حد الآن نعتبر أنه كل الأصوات كانت موجودة على امتداد العشرية الأخيرة وخاصة في الفترات الانتخابية هذا أنا كنت شاهد عليه ولذلك نقوله فيما يخص الإذاع علينا فيها حالين ومن بعد بطبعك حاجة زياد فضل المدام موزيق فهم أنا اليوم فين جيت عمرها ما استدعتني موزيق نحكي معناه ثم نقطة استفامت واللي موجودة شو معناها التهميش شخصيات دون أخر هذه نتعديلها بالعكس حاجة بارك نفسرها وأنه راه خاصة في حصص خاصة في حصص الأحداث الأنية هي التي تفرض روحها معناها اليوم سيادتك موجودة وعلى رأسي بما أنه فما رسالة إلى حد الآن وقت إيش آخر رسالة أصدرتوها أنتما مدام وقت إيش آخر رسالة خارجت من عند الأصوات هذه شهرين في كل رسالة خارجت من عند الأصوات وخارجت رسائل قبل كذلك يدهر لي إلى حد الآن كانت الموجود أنتما تفضل مدام كان من المنتظر أفق الانتظار وقت اللي تجيب إخواني بشي تكلم معاك ما تناقشوش أنت جيبني أنا نناقشو لا علاش على خاطره هو عنده وراقه اللي مخبها هو عنده وراقه اللي مخبها وقت اللي تخليه يرتع نصف ساعة يتكلم كما يحب يدوغش في عقول للناس هذا يزيد يوخره الناس اللي جات مدام رهي جات وهي منتخبة حذيري منتخبة حلينا نكمل لك حقا مجلة الثقافة الثقافة هنرين مفهوم الثقافة عندهم مفهوم آخر غير المفهوم الكولتر اللي مفهوم الألماني أو المفهوم الفرنسي الكولتور كما يلزمها تكون ولذا الثقافة عنا مسألة الثقافة شاد زد طحت منظومة الثقافة الفساد ونهب المال شوف هنا فرقنا بين الفساد وبين نهب المال كان من الممكن نقف عن تكلمة فساد فقط ولكن حبينا أن نفرقه بشن بينه اللي الفساد مش كان في المال راب الفساد الإداري الفساد الفكري الفساد الأخلاقي اللي تنجم تتصوره في بالك الكل في بالك بوزارة التعليم العالي من 2012 واللي نرىه في العجاب في العجاب واللي نحسه نجيه ونلقاه مواضيع الاختبارات نعطيك جزئية مثال من هذا اختبارات النهار الكتابي تخرج من الكلية وقت اللي يتحل الانفلوب في وسط القاعة انفلوبة ورقة أخرى خارج القاعة ويجي زوج المرأة مترشحة في دارها ويكلفوا عامل عادي ويجي زوج هيهزوا بالكرهبة من السبعة معناها الموضوع نورمال يتيح ثمانية من السبعة الموضوع يحاوس تصور وين وصلنا وقدمنا القضايا وشكينا على خطر بحكم موقعنا سيد الجميعين ويجبنا نحافظوا على حقوق طلبة بكلهم يكون جواب القاضي التحقيق والجواب عندي رسمي ومدون لا يوجد قانون يمنع اجتياز الاختبار خارج جدور هنا جاءت النقطة لتهم القضاء أنتم وتقولوا أن بعض المنظومة القضائية قد تم اختراقها فأصبحت في خدمة الإرهاب تخفي ملفاته وتحمي مموليه ودعميه إضافة إلى حماية الفاسدين وتستر عليهم هنا موضوع ظهر نجمون يخذوا حتى مثال لجنة الدفاع عن الشهدين خرجت بما فيه الكفاية هالعوامل كله هنا رينا فنوضعية قاعدين ندوروا بعد الكونستام بعد عملته التشخيص فم دعم لرئيس الجمهورية لا ما زلت ما كاملت شرع إلياس هذين هالأوضاع هذية المتردية تقتضي طوى الوقوف عندها وتصحيحها تقتضي مثلا دائرة المحاسبات تقاريرها تأخذ موقعها يلزم نعود ونرجعولها وهو نقول لك دائرة المحاسبات للناس النهار وطوله وداير عليها وشبهها ما تتحركش تنتظر إشارة من رئيس الجمهورية أنت ما كوقفت وجمت مرسوم تخرج مرسوم في ظرف شهر تقول يخدمه على روحه ولذا معناه تقول لي الصندوق قبيلة الصندوق ما يولي عنده شرعية كي مراها أنا إلا بعد ما تتصفى مواقف دائرة المحاسبات اللي هي مؤسسة دستورية والناس تعرف هذيك محكمة المحاسبات عندها مكنة الأخرى هذيك يكون عندها دور ويكون عندها حضو إذن بالطبع هذا عادي بالطريقة هذه اللي قاعدة تصير بالفلوس اللي وراء الحيوت بالدرق اللي يرينها الكل في التجاوزات سيبافون هو نفسه نهار الانتقابات شفته تسريحات ويقول ثم تجاوزات وما إلى ذلك التجاوزات واضحة وفي الأخرى يأترف بنتاج دونك بالنسبة لك بالنسبة لكم منظومة منظومة السلطة الحالية هي في كل الحالات غير شرعية غير شرعية بالنسبة لها أنا فيما يلزمني أنا ما نعرفش في الباقية بلك يقولوا لي احنا أما فيما يلزمني أنا ما شرعية وكنجة شرعية راني ما تكلمتش راني ما نش نتكلم العوالي كل نجمو قدموا شوية مدام خدر دولي فهمنا شوية فحو الرسالة اليوم شنو لطلبين من رئيس الجمهورية مدام طلبين من رئيس سيد رئيس الجمهورية اللي عملوا يعطيه الصحة وبرك الله فيه وإن كان متأخر شوية احنا الروا متأخر شوية على خطر البلاد شوية اللي غرقت في بلاعة تم الإنقاذ ثم شوية فرحة ثم شوية تفائل ثم شوية ثقة في المستقبل هذه موجودة دليل على ذلك الناس الكل ولد تضحك لكن ما يلزمش هذا يتول الشعب مطالبه واضحة وقت اليهبط نهار 25 جويل شنو مطالبه مطالبه المحاسبة أنا نقولك وكان نقف عند المحاسبة بجميع المظاهرها وما ثماشي هذه لغة التوافق ولغة التحاور والحوار والتألف جاه ربي ينسوها يخليوها على جنب على خطر هالحوار مهزنا للفينغا كان الحوار وما خلينا بيركين كان التوافق ونا نعرفه وكلنا وقت اليسير حوار أو توافق نتلفتون نلقاهم يخفهم محاسبة لشكون من أخطأ يحاسب من أخطأ فيش من أخطأ في حقي هذه البلاد والعباد في حقي الشهداء في حقي ذاك الجائع اللي مرمي في الشارع ويحل في بوبالات الزبلة ويكل في حق اللي حقه يشتغل ودخلهما وهي ظهرة الأوراق في مكانه ويقولوا مثلا العطالة شوف أنت النهضة شوف الأخوان جي قدش دخله من 2011 لليوم لكن خلي نفهمه شوي يا زيدا وقت اللي تتكلم على محاسبة وتعتبرها هي مطلب الشارع محاسبة مانا نوع مدام قضائية بطبع هل أنت وإلا الموقعين مع محاسبة قضائية لمدنيين أمام القضاء العسكري مدام ما عادش عندي ثقة في القضاء المدني أنا اللي طالبة أنه ترجع ثقة بيني وبين القضاء المدني وقتا نحكيه نحكيه أنا عطيتك مثال قاضي تحقيق سوسا شنو أكتب لي وشنو أرجع لي كي بعض نحتج على شهادة علمية اللي تتمس مصدقية شهادة علمية تصور وينوصلنا معناه الطالب ينجم يغيب مشكلة القضية هذي كبرك الطالب يغيب وما يعديش وما يخوش السفر نهارت لي أنا نحس نفس الأرضية نخدم عليها قول أنت قبل ما فما أصلاح ما عندك حتى مشكلة على أساس أنه يتمو حكمة مدنيين أمام قضاء عسكري اليوم هل تساندون ما قام به الرئيس وما ينوي وما ينوي القيام به دون شروط؟ لا شروط موجود شروط؟ شروط كما احنا كنا موجودين فيقين ونعزوا احنا هنا موجودين احنا هاك ريت الناس فرحانة شو الرسالة اللي يهمل اسمهم الله شنية الرسالة هاك تقعها متيقذون بعد ما سجلنا الارتياح متيقذون إذا أي إمكانية لعودة الاستبداد أو استأثار جهة بالسلطات معناها احنا هنا موجودين ونحسوا انزلاق احنا بش نعا نكلم كما العادة ذي كهي الخدمة نتاعنا احنا هنا موجودين الله غالب تنجم ما ما يقبلنيش أما أنا مهمتي أني ننبه لكن مدام سليني اليوم إذا كان يعتبر رئيس الجمهورية مثلا أنه الخطر الديهم هو البرلمان وهذا يمكن القراءة اللي صارت للفصل الثماني إذا كان يعتبر هو أنه الخطر الديهم هو البرلمان هذا يعني هو يمكن يسر تدابير الاستثنائية الكل ستتجه نحو عدم ارجع هذا البرلمان إذا كان يعتبر المشكلة هذا توفقوه فيه مثلا أنا نسألك أنت راضي عليه أنت البرلمان أنت ما عملتوا رسالة معناها أنا نسأل على الليميت مثلا إذا كان رئيس الجمهورية يجدد شهر واثنين واثلاث يلزم تولي ثمة معناها نلقاه مخرج آخر نشوفوه قانوني إما باستفتاء يتعمل استفتاء وعن طريق بعد كل استفتاء هذك يمكن تتعمل الانتخابات سابقة لقوانها ونكملوا هما خدموا أربع سنين بلا دستير وبلا حدري خلي إحنا عام أنا نحب نفهم اليوم الرسالة المفتوحة إلى رئيس الجمهورية تحثوا على شنو شنو الثنية اللي تحبو يشدها أي شدها وتعتبروها ثنية سوية أنه ترخي لا الحلة لا طوى مش وقت به هبط للشارع نجم ونقولوا هذك واحدة معناها نقطة إعلامية ورد على الخارج أو ما إلى ذلك أما توا حان الوقت لشنو تعيين أولا هو سماه وزير أول تعيين وزير أول حان الوقت لتعيين وزارة مضايقة الوزارة المضايقة وحان الوقت لمواجهة داء الكورونا هذا الثاني يلزم البلاد تخرج منها المخرج هذا وفي الأثناء ثم خلية نحل يلزمها تكون موجودة مش لهين الناس الكل صبت في موضوع واحد تكون موجودة ثم الملفات ثم النظر في إصلاح التعليم ثم النظر في معناها المشاكل اللي وصلت لها لبلاد الكل وفي الأثناء هذه الكل نتفاهمه يكون بالاتفاق ياخذ استفتاح يعمل استفتاح ينسخ أنت اليوم وإلى الموقعين في هذه الرسالة يعتبروا أنه بداي يكمل بداي يكمل هنا هو هذا هو بداي يكمل بداي يكمل يلزم تبدأ الخدمة ما عادش أما يكمل حتى لوين يكمل للاخر وين الاخر تحس الناس محلولة تحس أنا 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 لا أفهم الإلزمية هذه اللي تحكي عليها أنت مدام كيف بيش بإنفذ القانون بيش هالإلزمية طبع لماذا لا يتنفذش القانون ما عارش ما عارش هو أقول أقول لك حاجة وقت اللي تتحل الملفات في الميادين الكل مغير ما يوصل بشي قعد يراقب كل واحد يشدث نيتو كل واحد بشي يشدثني أنا أقول لك عليها على خطر تونس يتعود يلقى لاخر تشد هو واحد وواحد يشد قاعدة تقول مدام فكرة وثقافة الإفليت من العقاب لازمها توفة يلزمها توفة يلزمها والأفق بالنسبة لكم هي بلاد نظيفة 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 معناها بالمعنى الكبير للكلمة هذا هو هذا هو ونظيفة من الإسلام السياسي زادة من كل من كل حاجة من كل فيروس اللي يوقف في البلاد من كل فيروس يوقف في البلاد يلزم تقف بما فيها الكورونا الكورونا أحنا طوام مثلا من الحاجات اللي بش نطلبوا بها التسريع بالنسبة للطلبة وتلامذة يلزم يتلقحوا ما كايزي عامين رو عامين من الجهل رانا رانا كوننا تلامذة وطلبة نصف أميين رو ما نفرحوش بش هي دمتاع البكالوريا اللي خرجوا توا وما نفرحوش بللي نجحوا في السيزيام والنموذجي على أنا أساس نجح وقت ش نفرحوه نفرحو وقت اللي راه كل شي شد ذنيته والفرحة هي الراحة والإطمئنان ما أكثرش ووقت هنملي ونطلبه في الزيت شكرا لك مدام سبيني الأستاذة الجامعية في الحضارة الإسلامية نذكر رسالة إلى رئيس الجمهورية موقعة من عديد الأسماء تفضل الله حاجة نقصة راهي الرسالة مش إلى رئيس الجمهورية فقط وإنما إلى الرأي العام الدولي الرأي العام الدولي خاصة ترجمناها تواكملة الترجمة الإنجليزية والفرنسية أحنا اللي قاعدين يشوهوا فيه في سورة تونس وقاعدين بيعثين سفراء متاحهم الموازين في كل بقعة يتكلموا على تونس أحنا نحب أن بينوا اللي ثمراه موجة أخرى من التونسيين عندهم موقف أخر سأليني سؤال أخير هل الموقعين اللي هنا يعطيوا سك على بيار لقيس سعيد لا لا عدوش كنت نحكي جوابتني وقلت لي لا والنقد الأخير هو أنه يقولوا البعض يقول أنه انتما فما نوع من الركوب على الأحداث على أساس أنه عديد الأصوات كيف تلاع قاعدين سعيد قالت هذا رجل محافظ وقالت هذا رجل قريب من الإسلاميين مدعو من الإسلاميين ومشكون حتى قال أخوينجي ثم اللي قال سلفي أنا وحدة من الناس وقت اللي أثار قضية قضية الميراث قلت لمقاربتك سلفية هذا اللي وريك معناه الإنسان يعرف كمو أصو دماغ وقت اللي حاجة في سالح تونس تقوله أحسنت وقت اللي أنا أساذة وقت اللي يغلط ودخل وراك أغلط واضح وهذا ما فيهش أي تنقص شكرا لك ما دام سليني بركة الله فيك